الأحيات اللي بنتعلمها في رمضان إننا بنقوي إرادتنا بنقدر نتحكم في رغبتنا في احتياجاتنا وبنصمد في صيام إزاي نستثمر بقى قوة الإرادة اللي اتمررنا عليها دي لمدة 30 يوم إزاي نستثمرها في كل أمور حياتنا طول السنة ليه كمان بعض الشباب إرادتهم بتكون ضعيفة وبعد ما بيقدروا إن هم وقفوا عن حاجات غلط بيرجعوا تاني تعالوا نتعلم من شاب برضو ولهي لكن قدر إنه هو يتعلم ويكبر وبسم الله ما شاء الله بقى قدوة لنا جميعا تعالوا نتعلم عن معاني الإدارة وعلاقتها بالعزيمة وإزاي كان منهج النبي في رفع روح الإرادة والعزيمة عند أصحابنا مع دكتر أسامة قبيل من علماء الأنصر الشريف إزايك يا دكتر أهلا أهلا أنا حبيت إننا نبدأ بإن حضرتك شاب حضرتك وباقي إن حضرتك شاب بس أصدي عشان الشباب اللي بيشوفونا محضرتك نموذج أهو قدمهم يعني ربنا يا رب يجعلنا دايما كلنا نقدم رسالة من القلب للقلب جميلة تنفع الناس وتمكت في الأرض عايزة حقي بس كل السادة المشاهدين وقول لهم العود وأحمده كل سنة وتطيبين ربنا يديم علينا الأفراح ويتقبل منا رمضان في البداية بسم الله الرحمن الرحيم من يريد يستطيع اللي عنده إرادة اللي عنده تحفيز من جواه اللي عنده رغبة اللي عنده نية اللي عنده هم عالية هيقدر إحنا نقول ويه كان هنقدر إن إحنا نعمل ده لو إحنا من جوانا عندنا صبرت ودافع وعزيمة من نفسي ومن الدوار اللي حوالي ومن الشغل من أي حاجة بقى بتعامل معها خلينا أقول رسالة حلوة قوية قلتها للشباب في نهاية رمضان بالظبط يوم 29 كان فيه سيشان كده قاعد مع الشباب وان تو وان نتكلم مع بعض قلت لهم تصوروا كده قبل رمضان بليلة وحدة كنا عايشين في ستايل وشكل معين ونمط معين لليوم وللحياة حب در الإفتاءة المصرية قالت بكرة رمضان ستارت صيام قيام وترويح وتهجد وقرآن وذكر وتمارين برضو رياضية لو حد مدوم على التمارين الرياضية حاجات كتير اكتيفتي بعملها في اليوم أول ما بنيجي خلاص خلاصنا 27 رمضان والناس مرتبطة و29 رمضان ايه ده ده انت ربنا حطك في كورس مكثف وترينينج حلو دورة تدريبية جميلة 30 يوم أنا النهاردة حبيت في أول حلقة بعد رمضان وخصوصا كمان يا سيدزا إيمان تصوري أن النهاردة أول يوم رجوع للشغل لحضرتك لكل الناس مش مبارح كان آخر الأجازة النهاردة الاثنين أول يوم رجوع للشغل فعايز أقول لكل بيشوفونا النهاردة يا جماعة احمدوا ربنا على حاجتين احمد ربنا أن ربنا رازقك بشغل ورازقك بمال تتكسبه من عمل وعرق وقل أعمله فسيرى الله عملكم ورسوله وإحمد ربنا كمان على حاجة تانية مهمة جدا أن رازقك الإرادة والعزيمة والقدرة والرغبة والاستطاعة البدنية والصحية أن تقدر تروح شغلك أصلا فكرة الحمد لله أنا عايز أقول بس في البداية يا جماعة صدقوني بجد الإرادة والعزيمة بتتولد جواك منك أنت أولا ما حدش هيجيب كباية أو مج زي دا كده ويقول لها خدش ربي يا فلان أو يا فلانة إرادة وعزيمة هو فيه فرق بين الإرادة والعزيمة ولا الاتنين بمعنى واحد؟ بس يا الإرادة مرتبطة أكتر بإرادة ربنا في الكون وأقدرنا إنما أمره إذا إرادة شغلك يقول له كن فيكون الله في خواتيم سورة ياسين السورة الجميلة قلب القرآن السورة اللي كلها منتعلق بيها وأنا ليه سر مع السورة دي بالمناسبة وبقولها للشباب حكلنا آه لما يبقى عندك مثلا حاجة نفسك ربنا يدهالك حاجة مستعصية في حياتك داخل على امتحان صعب عندك انترفيو عندك مقابلة في أي مكان جرب كده تقبل على الله تبارك وتعالى من باب سورة ياسين باب وجعلني من المكرمين إن ربنا هيكرمك باب الآيات الجميلة اللي حديك قلتها من شوية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أراد يبقى إرادة ربنا لما بتتمسك بها وتقول يا رب احنا دايما نقولي أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد فأنت عندما تقول يا رب أنا عارف يا رب موقن بقلبي وروحي وعقلي ونفسي وكل ما أملك يا رب من النعم إن الإرادة إردتك والمشيئة مشاتك بس يا رب الديني من نور الإرادة دي الديني يا رب من قوة الإرادة دي إن أقدر أكمل يا من أمره بين الكافي والنون ارزقنا يا ربنا السكينة والطمأنينة والعمل والسكون تحس كده إن ربنا مرضيك وإنت راجع تاني النهاردة شغلك وبتحمد ربنا فتعيش بين قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون في إرادة بقى بتبقى في الأسرة برضو معلش أنا ما جودنش على سؤال الإرادة والعزيمة دي الإرادة العزيمة بقى رغبة بتتولد جوه الشخص أو البناء ده ما قول إنسان مننا إنه عايز يكمل عنده عزيمة يعني يقول لك العزيمة جاية من الإنسان العزيمة جاية من قوة كامنة جوه الإنسان نفسية كده بتزقك إن أنت إيه يقول لك إيه أنا عزمت عن إن أنا أعمل الموضوع ده حتى الآية الجميلة في القرآن تقول إيه فإذا عزمت فتوكل على الله أنا عزمت إن أنا النهاردة أجي أم بي سي عشان أطلع مع حضرتك اللي هو فبطلب من ربنا الإعانة والتوفيق حديك عزمت النتيجة النهاردة تقدمي الحلقة كل واحد عزم إنه يروح شغله وشركته ومصنعه واحد عزم إنه يسافر واحد عزم إنه يفتح كذا كذا يعمل أي حاجة في حياته فبنيجي كمان نقول